إيران تكشف عن التطورات التي شهدتها علاقتها بالسعودية إدارة الجمارك الإيرانية تبين ما تم إرساله للمملكة ووكالة تتحدث عن منافسة قوية بين الهند والسعودية وترجح أن تكون النتيجة لمصلحة الرياض في إطار تحسن العلاقات بين السعودية وإيران أظهرت أرقام صادرة عن إيران زيادة كبيرة في نسبة صادراتها إلى المملكة إدارة الجمارك الإيرانية نشرت مؤخراً بياناً أظهرت فيه تحقيق نمو كبير في حجم الصادرات الإيرانية إلى السعودية خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس ونوفمبر 2022 موقع الميادين نقل عن المصدر الإيراني قوله إن الصادرات بلغت 14 مليون دولاراً أمريكياً معتبراً أنه رقم قياسي كبير منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2016 بحسب المصدر الصادرات إلى المملكة شملت سبائك الصلب العنب وهيدروكسيد السوديوم وغير ذلك هذا النمو يأتي بعد تراجع كبير في العلاقات التجارية بين البلدين إذ لم تشكل صادرات طهران إلى الرياض إلا نحو 40 ألف دولاراً أمريكياً خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس ونوفمبر 2021 في سياق منفصل توقعت وكالة بلومبرغ أن تنتزع السعودية لقب أسرع اقتصاد رئيسي نمواً من الهند هذا العام بحسب تقرير الوكالة سجل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نمواً بنسبة 8.8% في الربع الثالث من 2022 فيما تراجعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 7.8% في الفترة ذاتها في هذا الإطار أكد محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله لمبارك قبل ذلك أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة رغم الظروف الاستثنائية التي مرت فيها مثل بقية دول العالم لمبارك شدد أيضاً على قدرة الاقتصاد السعودي على تحمل الصدمات نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي واتخاذ قرارات للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية اشتركوا في القناة